اشتركوا في القناة وقانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن إزالة الازدواج الضريبية وفي بند الأسئلة تمت مناقشة واستعراض ثمانية أسئلة موجهة للسادة الوزراء والتعقيب عليها وفي بند الاقتراحات بقانون ناقش المجلس عددا من القوانين ووافق على عشرة اقتراحات بقانون وتمت إحالتها للحكومة الموقرة كما وفق المجلس على أربعة طلبات عامة للمناقشة واستضاح سياسة الحكومة بشأنها والموافقة على ثمانية اقتراحات برغبة بصفة مستعجلة وإحالتها للحكومة الموقرة طبعا السؤال الوزير كان اليوم بالقام مع الأهالي وطلبات إسكانية في المنطقة الشمالي السابع طبعا السكن اعتبروا قمة أولويات المواطن والوزارة ممقصرة يعني وقفت معانة جاوب معانة وانا اشيد بأداهم يعني تواصلهم دائما معانة في المعارض تمويلة إسكانية في مواقع كثيرة لكن احنا اليوم في السؤال كانت تكلمنا عن مواقص لا هاي تواصلوا إياي أنه منزعيين من بعضنا مواقص بالذات لما تكلم عن برنامج تسلي التعاون تسلي التعاون فيها حوالي خمس عشر شخص بالمنطقة منضررين لما تكلمنا مع وزيرها اليوم أعطينا سؤال ردة على أن تقبل أي نواقص عشان أصلحها طبعا اليوم وجهنا سؤال لسعادة وزيرة السياحة وتفضلت مشكورة بالرد على سؤال هو عدد المشيئات السياحية في العاصمة محافظات العاصمة في دائرة رابعة والمخالفات التي تم إرصادها من قبل وزارة السياحة وطبعا أعطتنا بالتفاصيل كل عدد المطاعم السياحية والفنادق والشغاق الفندقية تضمن جدوى أعمال الجلسة اليوم اقتراح بغانون يتضمن بإعادة تنظيم هيئة التشريع الرأي القانوني كما هو معلوم بأن هيئة التشريع ينعقد اختصاصها في مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة المواقرة من خلال الوزارات والهيئات وأن تكون قيماتها 300 ألف دينار الاقتراح المواثل الذي أمامنا سوف يكون الحد الأدنى 100 ألف دينار وذلك لتحقيق أولا الاتساع في الهيئة الحكومية والمرافق العامة وكذلك في توطين المواطنين من أصحاب المؤهلات القانونية في دعم أعمال هيئة التشريع الرأي القانوني ترجمة نانسي قنقر